جمع الخضروات البيئية من المزارعين وبيعها إلى المستهلكين في بيوتهم مباشرة هو مشروع أسسه رواد أعمال فلسطينيون تضرروا نتيجة تفشي فيروس كورونا ويكافحون من أجل كذب رزقهم مبادرات Farm to Fork أو من المزرعة للمائدة التي تشارك فيها العديد من الشركات الناشئة في أنحاء الضفة الغربية تستبعد الوسطاء وتوصل خضروات طازجة لبيوت المستهلكين مرتين أسبوعية ومن هذه الشركات خضرى وحبق التان يقول مؤسسوهما إن الجانب الهام فيهما هو دعم المزارعين الذي أصبح ممكنا من خلال تنامي وعي الناس بالحياة الصحية وعن هذا الأمر تتحدث دين عميد المصري إحدى مؤسسات شركة خضرى لتسويق المنتجات البيئية خضرى كان هدفها هو دعم المزارع الفلسطيني فإنت لما تروح عند المزارع تأخذ بضعتك من عنده بطريقة مباشرة ودائمة إحنا منوصل بالأسبوع مرتين فإحنا كل أسبوع مننزل مرتين عند هذا المزارع أكيد طبعا لو جزئي إحنا مندعم هذا المزارع أنه يظل صامت بأرضه لأنه إحنا بدون المزارع لا يوجد وطن باختصار كما يتحدث راجي نجمي من مؤسسي شركة مزراعة حبق للزراعة البيئية مجموعة شباب قررنا نبدأ ننتج خضار صحي خاليا من الكيمويات للسوء المحلي لأنه لقينا حاجة ونقص بالإنتاج الفلسطيني بهذه المواد وبنفس الوقت صار في وعي زيادة على الأمور الصحية والأكل الصحي وعن فكرة المشروع يتحدث وعميد المصري صاحب مزارع خضروات وطمور الفكرة جيدة جدا لأنها هي وين وين ستيواشن للمستهلك والشركة وإننا كمزارعين نحن يختصر علينا النقل والكوميسيون والتاجر الجملة وتاجر المفرق وتزرع المنتجات الزراعية البيئية التي يتم تسويقها للمستهلكين عبر الإنترنت دون أي مواد كيموية كما أنها غير معدلة وراثيا وطبيعية 100% نوها زكريا رويترز رويترز